لأمل المتصار على الأعداء لن يكون إلا ببناء جرحة ملاثرية وتأمينها والحكسين فكانت كل محميتي على أمل جماعي وإتقامت واحدة واحدة ستجرب حد حكم بلايات المحلية والتغالية وفي الوقت نفسه لجأت إلى تعبئة وبرد الحماس في نفس المغالدة فقلت بإلقاء خطب ومحاضرات المنطنية والدينية واخترت مركزاً للقيادة للتغالية وإنشأت مراكز فرعية لمراقبة مورد الاستعمال ثم بعد الوصال على الأسبوع في معركة أولاً أعلنت عن تشكيل حكومة المطنية المستقلة في الريف وعلمت عن تأثير جمعية المقامية للوضع ميطار والأسطول جمعات سلسلة من الإصلاحات النظامية والمالية والاجتماعية ومثلث أكثر إلى أن تجبرنا فرنسا وأسبانيا على إلغاء الإيمانية وإستقلال المراكش في عام 1956 لدي أربعة أسئلة من كل جهة أختار بنت وأرمع عليها الكورة عشان تطلع الجويل شكراً للمشاهدة